حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرنا حمزة بن أبي سيد وكان أبوه بديريا عن الحارف بن زياد الساعدي الأنصاري أنه آت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة فقالا يا رسول الله بايع هذا قال ومن هذا قال ابن عمي حوط بن يزيد أو يزيد بن حوط قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبايعك إن الناس يهاجرون إليكم ولتهاجرون إليهم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يحب رجل الأنصار حتى يلقى لها تبارك وتعالى إلا لقيا لها تبارك وتعالى وهو يحبه ولا يبغض رجل الأنصار حتى يلقى لها تبارك وتعالى وتعالى إلا لقيا لها تبارك وتعالى وهو يبغضه حدثنا وكيع قال حدثني سعد بن أوسين عن بلالي بن يحيى شيخ لهم عن شتيري بن شكل عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء انتفع به قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومني حثنا أبو أحمد حدثنا سعد بن أوسين عن بلالي العبسي عن شتيري بن شكل عن أبيه شكلي بن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديثة موسيقى